يمكن كل بيت مصري في الفترة الأخيرة بقينا ألانين من يعني الكم المفزع للألعاب الإلكترونية اللي فيها خطورة بشكل كبير على الأطفال وعلى المراهقين ومع ذلك فيه إقبال كبير منهم على هذه الألعاب إصرار على استخدام هذه التحديات اللي للأسف بتكون عواقبها سيئة جدا وممكن تؤدي إلى الوفاة وشفنا حالات كده كتير لو حضراتكم فاكرين لعبة الحوت الأزرق والحديث اللي كان مفزع جدا عن الحوت الأزرق والحالات اللي حصلت من الحوت الأزرق رجعنا بعد كده نسمع عن تحديات كتم الأنفاس والقفز الأعلى وتحديات كتيرة بقينا مرعوبين نودي أولادنا المدارس لا يحد في زميلهم يقنعهم إنهم يجربوا ألعاب زي دي كل طفل دلوقتي بقى بيستخدم الإنترنت سواء على التابلت أو على التليفون الأهل أعتقد إنه بشكل كبير ما إحناش متابعين جيدين هم بيشوفوا إيه بيتعرضوا لإيه ودي كرسة الحقيقة إنه يكون من سن الطفولة لسن المراهقة مسكين أجهزة وقاعدين في قواطهم ناس كتير بيكون معاها الكريدت كارد بتاع أهلها تستخدموا وتشتري لعب زي ما بقول حضراتكم تكون لعب خطرة جدا على السن ده لأنه ببساطة هم مفسن عايزين يجربوا كل حاجة وعايزين يعني أي حاجة بيشوفوها عايزين يجربوها عندهم حب كبير للتطلع ويعني أعتقد بيكون مع غياب كمان الأهل وغياب المتابعة والرقابة اللي من غير أكيد ما تخنقهم ولا تخليهم يهربوا من البيت والعادة في البيت لكن بتكون مهمة بشكل كبير أني ما تفاجئش بكارسة لقدر الله بتحصل لبني وأنا بعيد كل البعد عندها المؤسف كمان إنه بقى في أهالي بيستخدموا أولادهم علشان يصنعوا تريند وده بقينا بنشوفه بشكل كبير بفيديوهات موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي أهالي بتستخدم أولادها أعتقد أنه ده بره لو تعامل الموضوع بيكون في قضية والطفلة بيتاخذ من الأهل وبيتم إداعه لدار مناسبة أنها تربي يعني بقينا بنشوف ده بشكل كبير الحقيقي على مواقع التواصل الاجتماعي لكن خلينا نسمع أكتر من الخبراء إزاي نحمي أولادنا من كل ده معنا دلوقتي المهندس أحمد السخاوي خبير أمن المعلومات بسأل خير على حضرتك يا فرد سيد الورد أهلا بحركة هل إحنا عندنا إحصائيات ما أو دراسات ما لأعداد الأطفال والمرهقين اللي بيدخل الألعاب دي اللي بيشتروا الألعاب دي بيستخدموا الألعاب دي في شكل كبير؟ الحقيقة موضوع التريند حاليا بقى فزاعة موجودة في كل بيت بقى نشوف حاليا أصلا كل بيت حاليا بقى عنده موضوع طبعا التليفونات اللي بقت موجودة مع العمى بقت موجودة مع الأطفال بقى نلاقي الأطفال كلهم حاليا بقوا يستخدموا كل ما يتعلق بيه التليفونات بقى نشوف كمان دلوقتي الطفل الصغير اللي عنده سنة اللي عنده سنتين واللي عنده تلت سنين بقى عنده استخدام تدريجي كده للألعاب والجيمز وكل ده بما يخليه طبعا يؤهله أنه هو بعد فترة يبدأ أنه هو يشوف العالم الخارجي يتطلع أو يشوف طبعا أو يتعامل مع ما يتعلق بقى الترينس اللي احنا نشوفها الجماعة اللي هم بيستخدموا طبعا أولادهم على اليوتيوب وما أكثرهم طبعا وهنتكلم عنهم حاليا بإحصائيات كل الحاجات دي كلها بدأت أنها تلوح في الأفق بالنسبة لعادتنا وقيامنا والأسر خاصة بينا طبعا احنا كأسر مصرية طبعا بطبيعتنا احنا أسر محافظة بقينا نشوف حاليا بعض الترينس اللي ممكن تعتمد على إيحاقات تعتمد على كلمات خارجة تعتمد حتى على بعض المشاكل الخاصة بيه المخاطر اللي ممكن أولادي يقع فيها طبعا الدراسات والإحصائيات طبعا هنتكلم عنها دلوقتي ترجمة نانسي قنقر